السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام عليك ان تتوقع ظهور الوجه السيء في اي وقت ومن الجميع دون استثناء وبيبدأ فيلمنا النهاردة في فلوريدا مع المسجون كورت اللي بيكون قاعد مع شخص مهم اسمه فيتزو وبيكون كورت فاكر انه جاي علشان يتكلم معاه في القضية اللي دخل بسببها السجن وهو انه قتل صاحب حانة شرير وبيقول كورت الفيتزو انه مش هيتساوم على اي حاجة وانه مش ندمان على اللي عمله دا نهائي فبيقوله فيتزو انه مش جاي علشان يتكلم معاه في القضية دي وبيفجأوا بكل المعلومات اللي عرفها عنه وبيقوله انه دخل السجن سنة 1995 ومؤهل للخروج المشروط سنة 2031 وبيقول فيتزو الكورت انه يقدر يستمر في السجن او يعمل اللي هيطلبه منه ويخرجه فورا وبنعرف ان فيتزو من وكالة الاستخبارات المركزية وانه جاي علشان يخرجه من السجن بشرط انه ينضم الوحدة خاصة اسمها سييرا اسسها فيتزو مخصوص علشان يحارب المجرمين بالمجرمين بعد ما بيخرجهم من السجن وبيعمل عنهم كل التحريات المطلوبة وبيعد الوقت وبنشوف كورت في بانكوك وهو قاعد في حفلة وبيبقى واضح ان وجود كورت في اي مكان معناه وجود عملية واسناء ما هو قاعد بتجيله العميلة ميراندا ودي بتكون اول مرة يشوفه بعض فيها وبتدي ميراندا اشارة لكورت انه يبدأ العملية فبينزل كورت للدور اللي تحت الحفلة وتحت بيكون في شنطة مجهزة للعملية وبيجيله تليفون من مايكل رئيس المركز بعد ما فيتزو طلع على المعاش وبيقول المهمة الكورت واللي بتكون عبارة عن قتل الهدف اللي هيوصل للحفلة دلوقتي حالا ولما بيقفل مايكل مع كورت بيسأل العميلة سوزان هم ليه بعتوا شخص من سييرا مش شخص تاني يسقه فيه فبتقوله انه هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالمهمة ديه وبيوصل الهدف وبينزل من عربيته وبيكون كورت ماسك سلاحه وموجهه للهدف وقبل ما يطلق الرصاص بيلاحظ وجود طفل مع الهدف فبيتوتر كورت وبيتراجع فبيسأله مايكل ليه ما نفزش لحد دلوقتي فبيقوله انه في طفل مع الهدف واحتمال ان الطفل يتئذي فبيقوله مايكل انه اداله الامر ولازم يقتله تحت اي ظرف لكن كورت بيرفض انه ينفز وبيقولهم في السماعة ان البندقية مش شغالة وبيكون عنده خطة تانية وهي انه يخرج من المكان اللي هو فيه ويستغل اصوات الحفلة العالية ويبدأ يقتل حراس الهدف باستخدام سكينة واحد ورد تاني وبتبقى العاملة ميراندا بتساعده لحد ما بيوصل للهدف وهنا بيقول لكورت انه عارف هو يبقى مين فبيستغرب كورت وبيكمل الهدف كلامه وبيقوله انه هو كمان كان مكانه وبنعرف ان الهدف كان هو كمان شغال في سيرة وانه كان رقم اربعة في البرنامج وبرغم كل ده كورت بيقتله فبيقوله الشخص ده ياخد باله لانه هيبقى الهدف اللي جاي وانهم بيتخلصوا من كل العملاء وبيديله سلسلة وبيقوله ان السلسلة دي تقدر تدمر كل الفاسدين في الاستخبارات خاصة مايكل فبيمشي كورت وبتوصل رجال للاستخبارات ولما بيفتشوا الهدف بيلقوا اللي قتلوا علشانه مش موجود واللي هو السلسلة اللي اداها الكورت فبيتصل مايكل بكورت وبيسأله ليه ما نفزش العملية من اول مرة فبيقوله ان البندقية ما كانتش شغالة فبيتظاهر مايكل انه مقتنع وبيسأله اذا كان اخد اي حاجة مهمة من الهدف فبيجدب كورت وبيقوله لأ واسناء ما بيكلمه بيفتح السلسلة وبيلاقي فيها شريحة فبيروح كورت لمكان فيه اجهزة كمبيوتر وبيحط الشريحة وبيلاقي مصايب تخص مايكل كان مسكها عليه العمين رقم اربعة وعلشان كده كان عايز يتخلص منه فاسرع وقت وهنا بيتكلمه ميراندا وبتقوله ان مايكل كلمها وقال لها على معاده مكان الطيارة انها هترجع لوحدها لانه غير خطته وبيقفل الاتصال وبيكلم كورت فيتزو وبيسأله عن حياة التقاعد فبيقوله فيتزو انها اكيد افضل من اللي هو في دلوقتي وبيحكي له كورت كل اللي حصل لكن فيتزو مش بيتفاجئ لانه بيكون عارف فساد مايكل من زمان وبيقوله انه هيجيب له كل المعلومات اللي محتاجها من خلال علاقاته وفي مقار الاستخبارات بيكون مايكل متعصب جدا بسبب اللي حصل وبتتكلم مع سوزان وبتطلب منه يديها فرصة تانية فبيرفض مايكل بعد اللي حصل وبيقول لها انه هيستعين بهانسن بتتصدم سوزان لانه هيستعين بشخص مختل زي هانسن وبنروح لهانسن وهو بيعزب شخص في موناكو علشان ياخد منه معلومات وبيتصل بيه مايكل وبيقوله يغير وجهته وانه هيبعات له معلومات عن عملية تانية فبيوافق هانسن فورا لما بيعرف ان الهدف من فرقة سييرا اتبع الفيتزو لان علاقتهم متوترة من زمان وبنشوف كورت بعد ما فيتزو بيكون بعث له طيارة علشان تنقله ومعاها فرقة خاصة علشان تحميه وتوصله وبيركب كورت معاهم بعد ما افتكر انه بقى خلاص في امان وبيسافر هانسن وبيروح لفيتزو وبدون مقدمات بيسأله عن كورت فبيقوله انه مايعرفش عنه حاجة بعد التقاعد ولان هانسن بيكون عارف ان فيتزو هيجدب فبيكون عامل حسابه وبيوريله صور كلير بنت اخوه وهي مخطوفة وبيقوله يختار يا ينقذها يا ينقذه فبيضطر فيتزو انه يكلم الفرقة اللي مع كورت وبيطلب منهم يقتلوه وفعلا بتبدأ الفرقة في تنفيذ اوامر فيتزو لكن كورت بيكون حس ان في حاجة غلط بتحصل وبيكون مستعد لهجومهم وبيقدر انه يتعامل معاهم كلهم وبتخرج الطيارة عن السيطرة تماما وبتنفاجر وبيقدر كورت انه يفتح البراشوت وبينزل في تركيا مع بعض الاصابات وبيتصل بفيتزو وبيحكي له اللي حصل فبيقوله انه اضطر يعمل كده لانهم خطفوا كلير فبياخد هانسن منه التليفون وبيقول لكورت انه هو اللي ماسك العملية فبيسأله كورت عملية ايه فبيقوله عملية قتله وبيطلب منه ما يقلقش لانه هيموت اسرع مما يتصور وبيقفل هانسن الاتصال وبيرمي التليفون من العربية فبيروح كورت لمزور وبيقوله انه عايز يعمل جواز سفر فاسرع وقت ممكن لحد ما فجأة بيكتشف ان الراجل دايب اخاين وبيوقع كورت في حفرة لان هانسن بيكون حط مكافأة كبيرة جدا للي يقبل على كورت وبتحدد رجالة هانسن مكان كورت وبيرحوله وهناك لما بيطلب منهم الراجل مكافئته بيقتله هانسن من غير ما يفكر لكنهم ما يعرفوش انه اسناء ما كورت محبوس في الحفرة بيقدر انه يعمل قنبلة يدوية وبيفجرها فبيخرج من الحفرة وبيشتبك مع رجال هانسن لحد ما بيظهر هانسن نفسه وبيرحب بكورت اللي بيرمي قنبلة علشان كل واحد فيهم يجري في مكان مختلف فبينط كورت من الشباك ولما بيقوم بيلاقي هانسن جاي عليه وقبل ما يهجم بيتصبره صاصة مخدرة في رجله وبينشوف ميراندا جاية ساعة كورت ولسه كورت بيشكرها بتوجه المسدس ليه وبتطلب منه يركب في شنطة العربية فورا واسناء ما هم ماشيين بالعربية بيسألها كورت هم رايحين على فين فبتقوله ميراندا انهم في الشغل شكين فيها انها مشتركة معافي اللي بيعمله وعلشان كده هتاخدوا المركز القيادة علشان تثبت ليهم العكس وبتسأله هو سرق ايه فبيقول لها كورت انه ما سرقش اي حاجة وان العميل رقم اربعة ادهاله ولما بتسأله عنها بيحاول كورت يجدب عليها وبيقول لها انها كانت مشفرة لكن ميراندا بتفهم انه بيجدب وبتقوله لازم يسق فيها لانها انقاذت حياته من شوية وبيقول لها ان الشريحة عندي صديقة اديمة اسمها مارجريت وانها عايشة دلوقتي في براج وبيقول ان هانسن خاطف بنت صغيرة وبيسوم عليها فبتقرر ميراندا انها تساعد كورت وبعد اللي بيحصل لهانسن بياخد الطيارة وبيروح لمقر الاستخبارات في كرواتيا وبيدخل على سوزان اللي بتكون معطردة تماما على طريقة شغله فبيقول لها انه هو امالها الوحيد انها تحافظ على شغلها ولو عايز العملية تم مفيش قدامها غير انها تسمع كلامه وبيروح فيتزو البنت اخو كلير اللي اول ما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وبيحاول انه يطمنها انه محدش يقدر يأذيها وبيقدر هانسن انه يجيب تسجيل للكاميرات لكورت اثناء ما كان بيبعد طرد الشخص في براج وكان مخب بيوشه فبيعرف انه اكيد الطرد ده في الشريحة اللي بيدوروا عليها وبيطلب من فريق الاغتيال يجهزوا نفسهم علشان يقوموا بالمهمة وبيدخل هانسن على كلير وفيتزو وبيخلي رجاله تطلع كلير برا وبيكتفوا فيتزو وبيسألوه عن اصدقائه واصدقاء كورت الموجودين في براج فبيقولهم فيتزو انه ما يعرفش حد هناك وحتى بعد ما بيعزبه هانسن بيرفض انه يتكلم لحد ما بيهدده هانسن بكلير وبيقوله انه ممكن يجيبها مكانه دلوقتي فبيضطر فيتزو انه يقولهم على مارجريت اللي بيروح لها كورت وميراندا وهناك بيشوفوا هم التلاتة محتوى الشريحة وبتقولهم مارجريت ان فيها الادلة اللي كان مسكها رقم اربعة على مايكل وانه مجند الوكالة كلها كفريق اغتيال خاص بي بينفزوا كل العمليات المشبوهة والتفجيرات وفجأة واسناء ما كورت بيكلم مع مارجريت بيلاحظ ان حد هيطلق عليهم رصاص فبيحمي مارجريت وبيشاور لميراندا انها تاخد العربية وتهرب وبيكون في مخبأ سري في البيت فبتطلب منه مارجريت ينزل وبعد ما بينزل بيتفاجئ بمارجريت بتقفل الباب وراه وبتستنى ومعها قنبلة يدوية لحد ما بيدخلوا رجال هانسن وبتفجرهم وبتفجر نفسها معاهم كل دا كان هانسن شايفه في الكاميرات وهيتجنن وبيسأل رجاله ايه الصعب فقات لرجل واحد لكن كورت مش بيكون فريسة سهلة تماما وحتى الشرطة لما بتيجي علشان تقبض عليه بيشتبك معاهم وبيحاول يهرب منهم لحد ما عربية بتخبطه وبيقدروا انهم يقبضوا عليه وهنا بيظهر جنون هانسن اكتر لانه بيطلب من فريقه الاشتباك مع الشرطة وبتحصل معركة كبيرة بين الاتنين وكل دا علشان يجيبوا كورت واللي معاه لكن كورت بيقدر انه يحمي نفسه وبعد ما فريق كامل من عند هانسن بيموت بيطلب دعم فريق تاني فبيركب كورت مع ميراندا وبيهربوا واول حاجة بيعملوها انهم يروحوا علشان يعرفوا المكان اللي هانسن خاطف في كلير وبيقدروا يعرفوا انهم في كرواتيا وفي اللحظة دي بيظهر اخر كارت الهانسن وهو صديق الهندي سان اللي بيكون واضح انه على كفاءة عالية جدا لانه بيشتبك مع كورت وميراندا في نفس الوقت ومش بس كده دا بيقدر انه يتغلب عليهم اسناء ما هما مصابين وبياخد الشريحة من كورت وبيهرب ولما بتحاول ميراندا وكورت انهم يوقفوا بيهرب منهم وبيروح في طريق الهانسن علشان يسلموا الشريحة وفعلا بيوصل سان لهانسن وبيؤمر رجاله انهم يدخلوا واول ما بيدخل علي بالشريحة بيدحك هانسن لانه كان عارف ان اللي ما عملهوش رجاله كلهم هيقدر هو الوحده يعمله وبيدخل هانسن على سوزان وهو فخور جدا باللي عمله فبتبصله سوزان وبتقوله انه فخور بخطف بنت صغيرة فبيبصله سان وبيسأله اذا كان فعلا خاطف بنت صغيرة فبيضحك هانسن وبيقوله انها حرب والحرب ما فيهاش قوانين وهنا بتتغير ملامح سان وفجأة النور بيقطع وبنشوف شخص ماسك ار بي جي وبيضرب على المقر بشراسة شديدة فبيبص هانسن من الشباك وبيعرف انهم تحت هجوم وبيطلب من كل قواته انهم يجهزوا نفسهم علشان يتعاملوا مع الهجوم اللي بيتعرضوله وكمان فيتزو وكلير بيكونوا شايفين اللي بيحصل فبيطلب فيتزو من كلير انها تستخبى تحت السرير وفجأة بيحس فيتزو بالباب بيتفتح لكنه بيتفاجئ بانه كورت وجاي علشان ينقذهم وبنعرف ان الشخص اللي بيهجم على المقر ده هي ميراندا وبيفهم هانسن انها بتعمل كده علشان تشتتهم ويبعدوا عن غرفة فيتزو وكلير فبيجري كورت ومعه فيتزو وكلير علشان يهربوا واسناء ما هم بيهربوا بيصاب فيتزو برصاصة وطبعا كورت ما بيقدرش يمشي ويسيبه فبيترجى فيتزو انه يسيبه لانه كده كده ميت وبيطلب منه يخلي باله من كلير وفي نفس الوقت بتشتبك ميراندا مع سان لكن المرة دي مش بيكمل سان المعركة معاها وبيديها الشريحة وبيقول لها ان نوايا هانسن واللي معاه مش كويسة وانه مش هيكمل شغله معاهم وبتيجي المواجهة المنتظرة بين هانسن وكورت واللي بتظهر الفرق الواضح في المستوى بينهم وبيكون كورت امهر من هانسن بكتير جدا واسناء اشتباكهم ببعض بتطلق سوزان على هانسن رصاصة وبتقتله وبتقول لكورت انها مش هتقتله هو كمان وانها قتلت هانسن لانه كان شخص مؤذي لكنه هيرجع للسجن مرة تانية وما فيش مانع يكون في مهمات بينهم في وقت تاني لانه فعلا ممتز في اللي بيعملوا وبتاخد سوزان الشريحة وكورت وبتروح بيه على واشنطن وبعد اسبوعين بنشوفها هي وميراندا ومايكل اسناء التحقيق معاهم وبيقول لهم المحقق انهم التلاتة مش مدانين باي حاجة ده لان سوزان بتكون خبت الشريحة علشان تفضل مساومة بيها مايكل وبعد الاجتماع بتروح هي ومايكل يشوفوا كورت وهو في السجن تحت الحراسة المشددة فبيتصدموا لما بيلاقوا كل الحراس مقتلين وكورت مش موجود وبنشوفه هو رايح لكلير اللي بتكون حزينة بعد موت فيتزو واول ما بتشوف كورت بتفرح جدا وبتجري تحضنه وبيكون كورت جاي علشان ينفذ وصية فيتزو ويعتني بكلير وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم ترجمة نانسي قنقر